نكسب بكرة بوكينا فاسو ازاي؟ لان نقاط الضعف ان شاء الله نستغلها عندهم مشكلتين واضحين جدا كانوا واضحين في كاسو الامم وان شاء الله هم مكملين لان دي طبيعة في منتخبات غرب افريقيا ومنتخب بوركينا فاسو دفاعية فرصة بتنادي على مصطفى محمد دفاع منتخب بوركينا فاسو رغم انه بيدم واحد من افضل مدافعين افريقيا لكن كعادة فرق غرب افريقيا في مشاكل مهما كانت مهما كانت قيمة المدافعين احنا كنا بنشوف مدافعين كبار جدا كولو توريف كودفوار كنت تلاقي دفاع كودفوار كلهم على بعض كمجموعة عندهم اخطاء الاخطاء ابرز حاجة فيهم عندهم مشكلة في الكرات العرضية يكفي ان هم في كاسو الامم الأفريقية اللي فاتوا يتستقبلوا اهداف كتير من الكرات السابتة تعال بص هنا الكرة السابتة دي دي كانت في لقاء انجولا بص هنا العيب ما بولوله كان على مفترض ان هو بين اتنين من العيب بوركينة فاسو الكرة وصلته الصورة الجاعة هتوضح لك السازاجة اللي مدافع بوركينة فاسو بيحاول يلعب بها الكرة يعني هو حاول يروح للكرة دي برجله يعني ممكن الصورة اللي بعدها توضح الراجل رايح بالكرة برجله لدرجة انها وصلت لمبلوله بص بيحاول يوصل الكرة عن طريق قدمه فحنا بنتكلم عن مدفعين دايما بيختاروا اختيارات مش مناسبة واخطاء متكررة بشكل كبير جدا ظهرت مثلا في هدف الجزائر اللي كان من روكنية رغم ان هي في اخر الوقت انا هنا بكلمك ممكن فرقة تستقبل كتير من اهدف من روكنية بس بص دي رصت منتخب بوركينة فاسو بص هنا كام لعب من الجزائر ممكن توصل للكرة هم هنا عاملين زون بس من ثبات محدش لا بيتحرك بص كام لعب من الجزائر قدروا يتواجدوا في المنطقة اللي بين السيكس يارد وبين نقطة الجزاء اللي هي اسهل منطقة في التسجيل كان فيها حوالي ست لعبين من الجزائر بيدوم ما فيه حد من منتخب بوركينة فاسو بيحاول لدرجة لعب الجزائر اللي وصل للكرة وصلها الواحده جدا وارسلها بمنتهى السهولة في المرمى وسجل منها الهدف التاني دي كالصور بتبين تمركزاتهم السيئة جدا دفعيا ودي زي ما قلنا احنا اكتفينا هنا بالحالتين اللي بيوضحوا مشاكلهم مع الكرات العرضية رغم انهم اتلقوا اربع اهداف في كاس الأمة الافريقية من الكرات العرضية بينهم كرتين سابتين لا المفروض دي اكتر موقف المدافعين بيبقوا وقفين فيها بتركيز تعالنا نروح لمشكلة تانية زي ما قلنا ايه احنا ندينا على مصطفى محمد تعالنا النادي بقى على امام عشور بنادي على امام عشور ونقول له ايه المنطقة اللي قدام منطقة جزاء نوقف بس قبل ما نستطرد الديفندر الاساسي عندهم سنجريه وتوريه على فكرة من مشاكل بيرامدز اللي قبل ما كان ينضم مهند لاشين كانت حماية المنطقة اللي خلف بلاده توريه هو ما بيتمش به فيه اهداف كتير تسجلت في بيرامدز في لقاءة الزباليك والاهلي من المنطقة اللي هي في عمق الملعب اللي قدام منطقة الجزاء بيرامدز اصلح مؤخرا بمهند لاشين هي في منطقة بوركينة زهرة بتلاقي المنطقة اللي قدام منطقة الجزاء ما فيهاش ضغط اللي هي في جمعة بتاع الكوربول على زون فورتين المنطقة اللي قدام منطقة الجزاء دي بالذات دي اي تقدم للاعيب منطقة بمصر حيلاقي فرصة انه يسدد تعال ان بص هنا على اه هنا في لقاء انجولا تم تزديدة والتانية نكمل بس الصور عرضا بص اللعيب حيستلم براحته ويعدل نعرض فيه عنده المساحة والزمن انه يشوت ودي كانت كورة الحارس صدى لها فيه هجمة بعديها بص اللعيب حيستلم ويلف ده اللعيب كان بيظهره المرمى استلم ولف براحته ويسدد ودي كانت كورة الهدف التاني اللي سجلته انجولا بدون اي ضغط ده الحزيزك من الشعر بيت ان فيه لعيب في مروتانيا احد الكورات اللي كانت على حدود منطقة الجزاء كورة نطاها نطاها وشاط والله يعني الكورة دي كمل اه كمل رجل استلم وعد على الكورة لنفسه وشاطها يمكن حبان في الصورة اللي بعد كده رجل كان بيستلم كان بينطق الكورة عشان يشوتها حبان جدا في الصورة اللي بعد جاء هوا رجل ده نطق الكورة كريم عشان يشوت بص من وضع ايه يعني زي كارتون الكابتن ماجد كده اللي هو بينطق الكورة بيفزلها وبيشوت وعاجات زي كده فعندهم حماية زون 14 دي مش بتتم بقى افضل شيء دي فرصة للعيبين دي كانت كورة تالتة في مباراة موريتانيا برضو بص اللعيب يعني ده تخيل بقى ان ده امام زيزو الناس اللي بتشوت عندنا كويس في منتخب مصر اعتقد صراحي بأمور عقب بس لعيبت خط الوسط اللي حيزيده عندهم المساحة والزمن اللي يقدر يلعب فيهم يستلم يسدد يعمل خطورة على المرمى وان شاء الله واحدة فيهم هتكون بالزغرة في الشبك شكرا للمشاهدة